كيف تعملون ايه؟ يا ربا كلكم تكونوا كويسين فيديو جديد وفيديو النهاردة هكلمكم عن منتجات بتحبها البشرة الجفة او بشرة الجسم الجفة في الشتاء تمام؟ الناس اللي في الشتاء اللي بشرتهم جفة بيعينوا جدا جدا من الجفاف والتأشير اللي بيبقى في الجسم والشدة وحيلا الجسم بيبقى بوجههم ويبقى منهم زي اجزيمة بجد بيدخلوا في مشاكل كبيرة جدا 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 والحل حاجة واحدة فعلا وحبين تعرفوا ايه هي الحاجات اللي بتحبها البشرة الجفة في الشتاء تابع معي الفيديو بس قبل ما نروح نتابع الفيديو مع بعض لا تستطيع اشتراك في القناة سبسكرايب وتعالي علامة اللي جانب كلمة سبسكرايب وكمان تعملي اللايك للفيديو دوت وتسبيلي تحت كومنت حلو زيك ويلا بينا على الفيديو بتاعك اوكي خلينا متفقين ان البشرة الجفة لها كده يعني حبة حاجات بتحبها زي ان هي متحبش تستخدم شاور جيل يكون جيل تمام تحب تستخدم شاور يكون كريمي زي مثلا الشاور دوت من فا ده شاور كريمي حلو جدا جدا بيرطب كمان الجسم الشاور جيل شوية بينشف الجسم تمام فممكن تستخدمي اي شاور كريم يبقى حلو معيك عندك فا عندك جونسون عندك كمان لو انت البشرة الجفة كمان مش بتحب تستخدم الحاجات اللي فيها الكيميكالز كتير لانها بتجفف لها بشرتها اكتر بتأذي البشرة جدا 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 فانت ممكن تستخدمي كمان اي حاجة زي باندولين او اي شاور كريم يكون طبيعي تمام؟ دايما البشرة الجفة تميلي الحاجات دي اكتر اكتر من تستخدم الشاور جيل لانه بينشف لها زي ما احنا ما قلنا بشرة جسمها فعندك اي اختيار بقى من كده او اي شاور كريم طبيعي تمام؟ لان مش بقى فيه فارابن او سولفات او اي حاجة من الحاجات دي اللي بتنشف الجسم دي اول حاجة البشرة الجفة بتحبها في فاصل الشتة تاني حاجة بقى وهي الزيوت البشرة الجفة او بشرة الجسم الجفة بتعشق حاجة اسمها الزيوت الطبيعية في الشتة يعني كل المشاكل بتاعتها بتتلخص في ان هي بترتب جسمها كويس جدا بزيوت في الشتة تمام؟ طيب اي هي الحاجات دي اللي انا ممكن ارتب بها جسمي وقال هي تماما على مشكلة الجفاف في الشتة للبشرة الجفة خصوصا او عادة ان انا كلنا بشرات بتقلب جفة تفاصل الشتة عندك ارخص حاجة هو البيبي اويل بتاع جونسون ده هو ارخص حاجة انت ممكن ترتب بها بشرتك في الشتة بيدي ترتيب حلو بيدي ريحة حلوة الجسم بيشفطه كده على طول ان هو الجسم بحتاج ترتيب تمام؟ فده اول حاجة البشرة الجفة بتحتاجها في الشتة عندك بقى كل زيوت الطبيعية هبقى اشكالها عندك زيت زتون زيت لوس حلو زيت جوز هند ده من اكتر الحاجات اللي البشرة الجفة بتحبها جدا 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 في الشتة بيبقى قواموا بيجيب من الاخر بمعنى اصح حتى لو مرتبتيش بعدي بكريم فانتي كده قمت بالواجب وزيادة تمام؟ عندك مثلا زيت زيت الججوبة من الزيوت الخفيفة حلوة جدا جدا ترتيب الجسم عندك زيت زيوت اللي عناب عندك زيت فضيع واحسنهم هو زيت الزيتون عندك كذا زيت انت ممكن ترطبي بيب بشرة الجسم في الشتة دي من اهم الحاجات او من افضل الحاجات من البشرة الجفة في الشتة بتحبها جدا بعد كده بقى الكريمات المرتبة او البادي كريم او البادي لوشن او البادي باتر زي بتاعة افريكاني ام بي سي زي بدتش هي خام تمام؟ تضعها على ركب الاكواع الحتلة اللي هي نشفة بصوا من الاخر هترطب لك المكان جدا 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 وينسي انت في الترطيب عندك بادي باتر بتاع بادي ووركس بادي غالية جدا او بساعة بادي شوب برده تبقى غالية جدا فانا او برايك زي بدتش هي خام دي من افريكاني و سعرها 80 جنيه و تقدر سيطلبوها من صدليات سيف تمام؟ هي كمان متوفرة في الشركة بتاع افريكانة بس الشحن بيبقى 50 جنيه تمام؟ على حسب البلد اللي انت فيها فانا او بصالك من صدليات سيف الشحن بقى 15 جنيه تقريبا تمام؟ عندك كمان حاجة مثل الفازين تستخدميه برضو بيرطب الجسم جدا جدا في الشتاء وخصوصا للبشرة الجافة بتحتاج جدا ترطيب يبقى قاوي زي الحاجات داي عندك بقى البادي كريم جات بتبقى البادي كريم بيبقى قتقى شوية من البادي لوشن يعني ده بادي كريم انبسم بادي بصوك رائمه تقيل بصوك ينزل ازاي اصلا كريم تقيل اه على البشرة فده ترطيبه حلو جدا جدا للبشرة بصوك والبشرة بتنتصو بمنتهل سهولة او حاجة زي كده برضو من باسم بادي ووركس ده من اللاين اللي هو بتاع ارومة سيربي اللاين العلاجي او اللاين اللي يخص اللصباء والحاجات دي كلها امتراحة دي اول حاجة اجربها من اللاين ده ويعشقته تمام فبيبقى برضو كده قوامه حلو جدا وبردو ترطيبه بيبقى فضيع يبنيت غير بقى الروايح اللي بيسبها على الجسم عندك برضو في بقى بادي لوشن بيبقى اخف شوية برضو من ده من باسم بادي تمام بيبقى قوامه بصوه برهولكو برضو بصوه ده بقى اي سيل كده شوية ده ينفع في الصيف اكتر بس عمتا البشرة الجفة ما بيهمهاش الكلام ده كله وصيف شتة بتبقى محتاجة ترتب جسمها ترطيب عميق ومن القلب عندك بقى الحاجات التجارية او اللي موجودة في السوفر ماركت عندك مثلا حاجة زي جليسوليد هيبقى حلو جدا في الترطيب معاكي البشرة الجفة هتحبه قوي قوي وهيرطبها كويس جدا جدا سواء بقى ركب اكواع رجل ايد الجسم كله عمتا فبقى من الحاجات الحلوة قوي 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 برضو عندك اللوشن دوت من جليسوليد برضو ترطيبه حلو جدا البشرة الجفة ما بتقولش لا زي ما قلنا فهيبقى حلو جدا معاهم مكوامه كويس جدا هيلطب لك برضو بشرتك حلوة جدا عندك برضو لوشن زي كده اي كريم مرتب يا جماعة هيرطب جسمك كويس جدا عندك برضو الكريم دوت من مايوي ديليكات حلوة قوي بكل رواحه وانويه انا مجربت شوز حقيقة غير هو اللي هو بزدة الكاكاو دوت فاي كريم مرتب البشرة الجافة بتحب الكريمات المرتبة والزيود تمام ممكن بقى تعملت ركاية تحطي اي زيت على جسمك بعد الشاور ويستاني يتشرج وبعد كده حطي بادي كريم تمام ده لو انت جسمك ناشف جدا او جاف جدا يسي بقى على كل ده كل الكريمات المرتبة البادي لوشن البادي كريم البادي بوتر اي كريمات مرتبة هي هتبقى مفيدة جدا جدا لجسمك الترطيب من احسن حاجات اللي انت ممكن تعمليها عشان جسمي مع الجسم بسرعة لا ينفعل الشقوخات في الجلد وبطن الترطيب هو اساس كل شيء دي المنتجات اللي البشرة الجافة بتحبها في الشتاء للجسم لو انتوا حابين اعملوكو الفيديو دوت للبشرة وكمان للشعر او بتحبين نعملوكو ايه حاجات اللي ما بتحباشوا البشرة الجافة في الشتاء اكتبوا لي تحت في التقليد بس كده يا بنات ده كان فيديو النهاردة يارب يكون الفيديو عجبت بطر اذا كنت لا تصرف له عجبك الفيديو لايك 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 لاك كتير اشتركوا فيديو اشتركوا في القناة و اشتركوا في الفيديو اشتركوا في القناة باي باي